لا يمكن النظر إلى الشيء السياسي العراقي بمعزل عن ثنائية الصراع الأمريكي الإيراني الذي يمثل العراق الساحة الأبرزلة وصول إبراهيم رئيسي الذي تدرج في القضاء الإيراني من مدعي عام لطهران إلى رئيس سلطة القضائية الإيرانية إلى الرئاسة الإيرانية يمثل سيطرة واضحة للتيار المحافظ المتشدد على أهم مفاصل الدولة في إيران وهو أمر قد يوضح الشكل الذي ستكون عليه السياسة الإيرانية الخارجية في الفترة المقبلة وخصوصا في العراق والتي قد تتجه إلى التصعيد ضد التواجد الأمريكي في العراق أعتقد أن التدخلات ستبقى على ما هي عليه إذا ما علمنا أن هذا الشخص الجديد أو الرئيس الجديد هو مرتبط مباشرة بالمرشد الأعلى أو مدعوم من قبل المرشد الأعلى السيد خامني أعتقد ستكون هنا علاقاته بالفصائل الولائية التابعة الإيرانية علاقة إيجابية وعلاقة قوية جدا وعلاقة مسيطرة عليها من قبله بالتالي يجب حقيقة وضع النقاط على الحروب من قبل الحكومة العراقية مع الرئيس الجديد حتى أن تكون لك احترام متبادل على الجانب الآخر يعتقد بعض الخبراء السياسيين أن قرب رئيسي من المرشد الأعلى والحرس الثوري الإيراني سيكون عامل إيجابي للعراق للتفاوض مع شخص من مركز صنع القرار الإيراني هذا الرئيس الجديد هو يؤثر في الحرس الثوري وهو قريب من خامنة بالتالي التعامل مع الرئيس ربما سيكون أهوى من التعامل مع الظل لأن إيران ليس فيها صقور وحمائم الصقور دائما هي التي تقود العراق الذي كان سباقا في إرسال برقية تهنئة للرئيس الإيراني المنتخب سعى منذ فترة طويلة لإبعاد نفسه عن الصراع الأمريكي الإيراني الذي يدور على أرضه إلا أن النأي بالعراق عن ذلك الصراع يبدو بحسب آراء الكثير من المختصين بعيد المنى تتطلع الأوساط السياسية العراقية لمعرفة تأثير نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية على الساحة العراقية بسبب عمق الترابط بين العراق وإيران اقتصاديا وسياسيا وأمنيا وعسكريا وما إذا كان خبر وصول رئيسي إلى القصر الرئيسي في طهران خبرا جيدا للعراقيين أم العكس من ذلك مصطفى القطان قناة الغد بغتاد ترجمة نانسي قنقر